السلام عليكم مرحبا بكم معي نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفصحة جيدة اليوم ان شاء الله سنقدم لكم اكلة من القرعة الحمراء او للقرعة الاحمر فكيف ما كتشوفوا معي هنا عندي واحد الكمية من القرعة الحمراء وعندي واحد القبطة مهمة من المعدنوس وعندي ثلاثة ديال فصوص ديال التوم وهنا عندي واحد المزود ديال الفلفلة فقط عندي نصف دياله لانه حار بزا فانا فقط نستعمل نصف دياله طبيعة الحال لا بغيت تعرفوا معي الطريقة باش غادي نصوبها تشرموا لها ديال القرعة فما عليكم الا تابعوني الى الاخير الناس لي كوزوروا القناة لأول مرة فما تنسوا اشتركوا معي في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد ونبدأوا على بركتي الله فبالنسبة للقرعة فانا اخذت منها الكيمياء اللي غادي نستعمل طبيعة الحال لما تبقى غادي نستعملوا في وصفات اخرى هنا انا القرعة غصلتها بعدها في الاول غصلتها جيدا ثم كنقطعها كقطعة صغيرة باش كنقدرها كنتحكم فيها ونزول لها القشر ديالها هاد القشر اللي كيكون قاسح فكنزول لها القشر وكنزول لها الخيوط هادو اللي تيكونوا في الوسط ديالها غادي نستعملوا حتى ننقي الكيمياء اللي عندي كاملة ونرجع معاكم انا بعد ما قطعت الكيمياء كاملة انقيتها من القشر فانا غادي نقطعهم مكعبات صغيرة فإلا بغيتوها يعني توجد معاكم هات الشرمولة بسرعة فقطعوها قطعها صغيرة وإلا عندكم طنجرة صدات كانة احسن فكتطيب في واحد الوقت اللي هو واجهت كتقدر توجد معاكم في خمسة ديال دقيق فقط كتوجدها الشرمولة هادي وكتجي اكتر من رائعة فانا اليوم ما غادي نستعمل فقط طنجرة عادية انا حصلت على مربعات او مكعبات على هات الشكل هذا بالنسبة للطنجرة فانا اوضعتها فوق النار طبيعة الحال النار تكون مهيلة وكان اوضع فيها الكمية ديالقرعة اللي قطعتها من قبل ثم غادي نضيف لها فقط الملح ما غادي نضيف لها لا ملح حتى شي حاجة لان الخضار بطبيعة الحال كتتحتوي على كمية من الماء فانا فقط كنضيف لها كمية من الملح حسب الضوء وغادي نحركها شوية ثم غادي نغطي عليها الطنجرة وغادي نخليها فعافيا مهيلة حتى كتطيب غير فلافابور ديالا فانا هنرقيت سقطعة خاصة تقطع مازال رقيقة غادي نقطعها ونرجع هنردها الطنجرة بشكي طيبوها كف وقت واحد صافية غادي نغطي عليها ونخليها على عافيا مهيلة طبيعة الحال الى عندكم الطنجرة قدروا توضعوا كل شي في مرات هنجرس الضغط ووضعوا فيها كل شي في مرات توابيل بقدونس وكل شي او الاقصور معدنوس فانا هنه خليتها كالطيب على مالا كما كتشوفو انا كنحركها كما كتشوفو هي تلقات المادي لها ما زال خصها شوية غادي نخليها نغطي عليها واحد شوية واحد جوش ديال دقيق او الى ثلاثة ديال دقيق ونرجعوه هنه في الوقت اللي القرعة كالطيب فانا قطعت السر بيع رقيق قطعت الفلفلة الحارة كما كتشوفوه خلي سبز ريعة ديالك اسعطي ديالك الحرورة زوينة وعندي هنا ثلاثة ديال فصوص ديال التوم ثم غادي نحتاج واحد نصف ديال الحامضة ما قلت للكمش في اللول استسمح غادي نحتاج واحد نصف ديال الحامضة انا كيفما كتشوفو معايا فالقرعة الصفيرة هي طابت كيفما كتشوفو رها تلقات الما وطابت مزيان فانعود نذكركم انني موضعت شلمة نهائيا مع القرعة فقط القرعة والملح ونبقى كن نضغط عليها هكا حتى كنحصو علي واحد زعلوك ديال القرعة ثم غادي نضيف لها كيميا اللي قطعت ديال الربعة قريبا نخلي غيشي شوية باش نزين الطبق في الاخير وغادي نضيف الفلفلة احتها هي طبيعة الحال لي ما كيبغيش الفلفلة ما يدرهاش لي عنده الأطفال لي ما كيبغيش الحار ما يدرهاش فانا هنا فقط غادي ندر واحد جوج ديال فصوص ديال التوم لان عندي فصوص كبار وعندي كيميا ماشي كثيرة ديال القرعة فقط غا نكتافي بجوج ديال فصوص من التوم اللي كان نضغط عليهم هكا حتى كي يتعصروا على هاد شكل هادا نحاول نزولوا مكا من هذه الآلة ثم نحرك المكونات كاملة ثم نمربشة نوضع التوابل بالنسبة للتوابل فانا كان نوضع فقط نصف ملعقة صغيرة من الكامون ووحد الملعقة صغيرة مع مراش ديال القزبارة يبسى وغاد نضيف كمية من زيت الزيتون ما يعدل واحد جوج مع الكبار ديال زيت الزيتون ثم غاد نضيف وحد الرشة من الفلفل الأسود أو للإبزار رشة بسيطة لأنه كان الفلفل أحارة كتعطي الحرورة للقرعة وغادي نخليها في هاد اللحطة هادي فأنا كنجهد العثية باش كتشرمل هاد القرعة مزيان وكتنشف من الماء هنا كيش ما قلت لكم فقط رشة من الفلفل الأسود فانا احتل أخير عدرتها وغادي نخليها واحد جوج تخيخ فوق البوطة ونرجع معاكم في هاد المرحلة هادي ما نغطيوش عليها كنخليه القرعة كتشرمل ما نغطيوش عليها كما كتشوفوا معايا فهي نشفات من الماء مبقاش فيها لما نهائيا سوف ايها موجودة تشرملات موجودة فالمرحلة فغادي نضيف لها واحد نص حامضة تقريبا غا نعصرها كتعام الحامض الليمون الحامض اللي غادي نعصرها اليها كتعطيه واحد الماء داق رائع للقرعة فالحلاوة مع الحموضة كتعطيه واحد الماء داق جوين بزاف وكتهرس من هديك الحلاوة دي القرعة سوف ايها وغادي نطفع لها البوطة وغادي نقدمها ان شاء الله في ساحة نتقديم ثم غادي تشوفوها معي غادي تشوفوا معي الشكل دياله كيف اجيت وكان هدا هو الطبق ديال اليوم الطبق عفواً القرعة المشرملة القرعة الحمرة المشرملة لكتجي اكثر من رائعة فانا هناك نضيف لها واحد الخط من زيت الزيتون وزين تهب حبة من الزيتون ثم غادي نرشها بالقليل من البقدونس فالشيك يبقى كيعني تزين الطبق وكان حصلوا على واحد طبق ليهو اكثر من رائع شرمولة رائعة جدا ولدي دا ومدق روعة تمنى انكم نجربوها وتنال اعجاب ديالكم فالطبق ديالك يجي عليها فالشكل دياله جميل وكذلك المدق دياله اجمل واروع كان هدا هو الطبق ديال اليوم فإلى عجبكم فما تنسوش خليوا لي لايك اسفل هذا الفيديو طبيعة الحال الناس لكي يزوروا القناة لأول مرة فما تنسوش تشاركوا معي في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد وما بقى لي إلا نودعكم وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة